السلام عليكم معاملين يا شباب جونيور فور معنا في الفيديو ده الليسون تو الدرس التاني في يونت سبن اللي هي الوحدة السبعة طبعا اللي هي اول يونت في الترم التاني الليسون ده اللي هو الليسون تو بيتكلم عن البيئات المختلفة اللي الناس بتعيش فيها يعني مثلا البيئة حارة في ناس بتعيش في البيئة الحارة زي الصحرة مثلا في ناس تانية بتعيش في البيئة البردة الساعة في ناس بتحب بتعيش في البيئة الزراعية وهكذا الاول قبل ما ندخل على الجزء بتاع ريدنج عندنا موضوع القراءة مشوق جدا ناخد الاول الكلمات بتاعته وبعد كده نشوف الموضوع بيتكلم عن ايه بس عايز قبل ما ابدأ في قرية الكلمات عايزك تكتب لي في تعليق ايه هي البيئة المفضلة لك البيئة اللي انت بتحب تعيش فيها ونفسك تعيش فيها اذا كان البيئة صحراء بيئة حر يعني البيئة ساعة بيئة زراعية البيئة اللي انت تحب تعيش فيها او تفضل تعيش فيها اكتب لنا اكتبها لنا فتح لي وقل لنا ليه بتفضل البيئة جي يلا بينا شباب يلا بينا ندخل على الفوكابليري كلايمت كلايمت يعني مناخ يعني طبيعة الجو الجو عامل ازاي اما اقول لك ايه مثلا كولد كلايمت يعني مناخ بارد حاط كلايمت يعني مناخ حر يبقى كلايمت يعني مناخ تامبرتشر تامبرتشر يعني درجة الحرارة اسمها يا مستر تامبرتشر تامبرتشر يعني درجة الحرارة ادابتنج ادابتنج يعني التكيف التكيف اللي هي قدرة الانسان ان هو يعيش في بيئة مختلفة او بيئة معينة يعني مثلا الناس اللي بتعيش في البيئة السقعة ادروا يتكيفوا ان هما يستحملوا السقعية الناس اللي عايشين في البيئة الحرارة ادروا يتكيفوا مع البيئة الحرارة ويستحملوها اسمها ايه بقى الكلمة ادابتنج يعني التكيف تامبرت كلايمت تامبرت كلايمت كلايمت يعني مناخ وتامبرت يعني معتدل ولا هو تو هات يعني حرق اوي ولا هو تو كول يعني ساعة اوي فيرتل صويل فيرتل صويل فيرتل يعني خصب صويل يعني طربة يبقى لو قلتلك فيرتل صويل يعني طربة خصبة التربة الخصبة احنا خدناها في الترم الأولاني اللي هي التربة اللي ينفع يتزارع فيها واتطلع نباتات تمام crops crops يعني محاصيل environment 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 يعني البيئة nutrients 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 يعني عناصر غذائية العناصر الغذائية زي مثلا الـ الـ vitamins اللي هي الفيتامينات زي الكالسيوم زي الأملح المعدنية كل الحاجات دي هي nutrients أو عناصر غذائية مهمة للإنسان وللنبات وللحيوانات هي دي اللي بتغذي الجسم تمام نخش على البوكس اللي بعده human human يعني بشر أو إنسان inuit people inuit people inuit people inuit people اللي هو شعب الإنويت أو شعب السكيمو اللي هما الناس اللي بيعيشوا في البيئات الساعة Bedouin people Bedouin people Bedouin people اللي هما البدو الناس اللي بتعيش في المناطق الصحراوية Tongue Tongue Polar Polar يعني القطبي لما قلت مثلا Polar Bear Polar Polar Bear Polar Bear يعني Bear يعني الدب و Polar يعني القطبي يبقى Polar Bear الدب القطبي القطبي يا شباب يقصد بيها اللي هو آخر جزء فوق أو تحت من القرى الأرضية تمام في القطبي الشمالي والقطبي الجنوبي الديل بتبقى مناطق Too Cold يعني ساعة جدا 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 الدب القطبي اللي هو الدب الأبيض اللي بيعيش في المناطق البردة Polar يعني قطبي Africa Africa يعني قرلة أفريكيا Arctic Regions Arctic Regions Arctic Regions Regions يعني مناطق وكلمة Arctic تعود على القطب الشمالي يبقى Arctic Regions مناطق القطب الشمالي Freezer Freezer يعني مجمد حاجة بحاجة بتجمد أنا حتى الفريزر اللي هو عندنا اللي بيبقى فوق التلاجة ده اسمه Freezer ليه لأنه بيجمد الحاجة تمام Freeze يعني يجمد Freezer يعني الحاجة اللي بتجمد Degree Degree يعني درجة درجة مقاوية Weather 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 يعني الطقس حالة الجو Friendly 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 يعني ودود أو اجتماعي يعني بيحب يتعامل مع الناس Farmland 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 يعني أرض زراعية Farm يعني مزرعة Land يعني أرض يبقى Farmland يقصد بها أرض زراعية Pipes 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 يعني موسير Neighbor Neighbor يعني أجار تمام؟ هي هي الكلمة جيهة بس هنا الجامعة بتاعها هنقرأ الباكس ده تاني عشان فيه كلمات نعرف إن هي جديدة وكبيرة شوية يلا بينا Human Human Inuit Inuit People Inuit People Bedouin Bedouin People Tongue Tongue Neighbors Neighbors Trash Trash Polar Polar Africa Africa Arctic regions Arctic Arctic regions Freezer Freezer Degree Degree Weather Weather Friendly 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 Farmland Farmland Pipes Pipes Neighbor 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 Adjectives 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 يعني صفات عندي الصفة وعكسها زي مثلا كلمة tall طويل دي صفة عكسها opposite يعني العكس opposite يعني العكس عكسها short وصير High High يعني عالي أو مرتفع عكسها low منخفض يعني ما تبقى أرض عالية عكسها أرض منخفضة Early يعني بدري عكسها Late متأخر Cold بارد عكسها Hot حر يعني أقول إيه مثلا It's hot in the summer الدنيا بتبقى حرر في الصيف But It's cold in winter It's cold in winter يعني الدنيا بتبقى بردة في الإيه في الشتاء Big Big يعني ضخم أو كبير الحجم عكسها small يعني حجمه صغير طيب ندخل دلوقتي على الدرس بتاعنا ونشوف الموضوع زي ما ما تكلمنا في الأول قلنا بيتكلم عن بيئات مختلفة وكل بيئة في بشر بيعيشوا فيها والبشر يقدروا ربنا خلقهم يقدروا يتكيفوا مع كذا بيئة تمام؟ طيب تعالوا نشوف الدرس بيقول إيه؟ Why؟ Why يعني لماذا؟ Why do we؟ لماذا نحن live نعيش؟ لماذا نحن نعيش؟ Where؟ يعني حيث هنا مش مش معناها أين يبقى معناها أين لو هي أداة استفهام جت في أول الكلام لو كان لو هي جت في النص يبقى معناها حيث يبقى لماذا نحن نعيش؟ حيث we do حيث احنا نفعل يعني يا مستر لماذا نحن نعيش حيث نحن نفعل؟ هو يقصد بها إيه؟ ليه؟ احنا بنعيش في الأماكن اللي احنا عيشين فيها جيش؟ معنا يعني طيب تعالوا نشوف بيقول لي humans humans يعني البشر humans يعني البشر can يقدروا live يعيشوا almost almost يعني تقريبا البشر يقدروا تقريبا يعيشوا anywhere anywhere يعني في أي مكان سبحان الله قال لي but ولكن we نحن often غالبا احنا غالبا look for الكلمة جي مهمة شباب look for يعني نبحث عن look for يعني نبحث عن قال لي احنا غالبا بنبحث عن three things 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 يعني اشياء three يعني ثلاثة يبقى في المكان اللي احنا بنروح نعيش فيه بندور غالبا على ثلاث حاجات ايه هما يا مستر climate climate يعني المناخ climate water water يعني المية and soil soil يعني التربة يبقى فيه ثلاث حاجات مهمين بالنسبة لنا climate تاني بربو عليكم water ايه اخر حاجة soil الطربة people الناس like تحب الناس بتحب ايه بقى a temperate climate temperate climate temperate climate كلمة جي مهمة شباب climate يعني مناخ temperate معتدل الناس عموما بتحب a temperate climate يعني مناخ معتدل somewhere في مكان ما that is والذي يكون not يبقى الذي لا يكون too hot too يا شباب معناها جدا و hot يعني حر يبقى مكان ما يبقاش too hot حري جدا and were not يعني ولا too cold بارد جدا البشر او الناس بيدوروا على مكان ما يبقاش too hot and too cold too cold يعني too hot يعني حرا قوي too cold بارد قوي طيب احنا قلنا اني الناس بتحتاج او بتدور تلع على تلك الحاجات climate water and soil طب تعالوا نشوف الموضوع ده number one هنا we need نحن نحتاج water يعني ما need يعني نحتاج احنا بنحتاج water المية lay to drink drink يعني عشان نشرب and to help عشان نساعد او عشان المية تساعد يعني our crops our crops اللي هي محاصيلنا المحاصيل بتاعتنا crops يعني المحاصيل grow ان هي تنمو ويبقى بنحتاج المية في حاجتين to drink عشان نشرب وعشان to help our crops عشان تساعد المحاصيل بتاعتنا grow ان هي تنمو هل عارف فايدة كمان للمية لو انت شايف ان في فوايد تانية للمية اكتبها لنا في تعليق اوكي تعالوا ندخل على السورة اللي بعدها بيقول لي we need احنا بنحتاج طب هنا قال لي بنحتاج soil طربة ليه بقى تعالوا نشوف we need نحن نحتاج fertile soil fertile soil الكلمة جي مهمة شباب fertile soil يعني طربة خصبة ليه بنحتاج طربة خصبة يا مستر so علشان the crops المحاصيل have يبقى لديها lots of lots of يعني الكثير من nutrients nutrients يعني العناصر الغذائية تاني nutrients يعني العناصر الغذائية nutrients يعني العناصر الغذائية زي ما قلنا الفيتامينات والاملاح المعدنية والكالسيوم والحاجات دي كلها الحاجات دي هي اللي بتبقى موجودة في الطربة يعني مثلا ايه الفرق بين الرملة اللي في الشارع والطربة اللي هي الطينة اللي بتبقى لونها بني ليه الزرع بيطلع في الطينة وما بيطلعش مثلا في الرملة اللي في الشارع عشان الرملة اللي في الشارع ما فيهاش nutrients ما فيهاش عناصر غذائية ما فيهاش الفيتامينات والاملاح المعدنية والحاجات دي كلها مهمة للنباتات هو ده غذاء النباتات يبقى fertile soil يعني الطربة خصبة جواها lots of nutrients عناصر غذائية كتير طيب بعد كده بيقول لي these three things التلات حاجات دول often غالبا come together come be يأتوا together يعني معا اللي هما climate water and soil places الأماكن كلمة places يعني الأماكن with be اللي فيها water مية usually عادة have بيبقى لديها fertile soil طربة خصبة and temperate climate و مناخ معتدل يبقى زي ما بيقول لنا الثلات حاجات دول غالبا بيجوا مع بعض اللي هما ايه temperate climate مناخ معتدل water مية and soil اللي هي fertile soil طربة الخصبة as humans احنا كبني أدمين we are احنا نكون very good good يعني جيد very يعني جدا يبقى احنا جايجين جدا في ايه بقى at adapting ثاني adapting adapting يعني التكيف to live نحنا نعيش in the environment تاني environment تاني environment البيئة around us حولنا يبقى سبحان الله ربنا خلقنا نقدر نتكيف ونعيش مع البيئة او في البيئة اللي حوالينا humans البشر can يقدروا learn يتعلموا to live ان هما يعيشوا in the most difficult environment مهمة بقى جي environment يعني البيئات difficult يعني صعب most difficult يعني الاكثر صعوبة difficult يعني صعب طبعا عايز اقول بقى اصعب حاجة most difficult تمام يبقى البشر يقدروا يعيشوا في اكثر البيئات صعوبة سواء البيئة الحارة او البيئة الباردة on earth يعني على الكرة الارضية تمام inuit people اللي هما شعب الاسكيمو شعب الاسكيمو اللي هما الشعب او الناس اللي بيعيشوا في البيئات الباردة جدا inuit people شعب الاسكيمو live يعيشوا in the arctic regions arctic regions قلنا arctic regions اللي هي مناطق regions يعني مناطق arctic اللي هي القطب الشمالي القطب الشمالي اللي هي اخر نقطة في الكرة الارضية فوق تبقى سقعة جدا where حيث temperatures درجات الحرارة can من الممكن be ان تكون around يعني حوالي 40 minus 40 degrees celsius يعني ايه؟ يعني سالب 40 درجة يعني ايه يا شباب خد بالك سالب 40 يعني يعني بصوا الصفر اللي هو zero لما درجة الحرارة توصل zero يبقى هي درجة التجمد تمام؟ تبقى سقعة بقى خلاص لما تبقى تحت الزيرو يعني ايه تحت الزيرو يعني minus one minus two يعني سالب واحد وسالب اتنين سالب 40 ده بقى حاجة كتيرة قوي بس تحت الصفر تحت الصفر يعني سقعة جدا متجمدة عارفين الفريزر اللي هو بتاع التلاجة بيقول لي a freezer اللي هو الفريزر بتاع التلاجة is only يعني يكون فقط around حوالي minus eighteen degrees Celsius يعني حوالي سالب 18 طب ايه سالب 40 ده؟ لا سالب 40 ده اسقع منه كمان تمام؟ شفتوا بقى وقدرين يعيشوا هناك سبحان الله بدون بدون اللي هما البدوا الناس اللي بيعيشوا في الصحراء بدون بيبول live بيعيشوا in the desert desert اللي هي الصحراء where يعني حيث the temperatures temperatures اللي هي درجات الحرارة can be من الممكن ان تكون around يعني حوالي 50 degrees Celsius يعني خمسين درجة بسخد بالك هنا لما تبقى بالسالب يبقى سقعة لما يتشال السالب وتزيد بقى فوق كده يبقى درجة الحرارة بتزيد يعني ايه؟ يعني حرر طبعا خمسين ده حرارة اوي احنا هنا في الصيف لما بتوصل لثلاثين بنقول يانهارة بياد الدنيا حرارة اوي فتخيل بقى خمسين يبقى الانسان سبحان الله يقدر يتكيف مع البيئات المختلفة سواء كانت حرارة اوي سواء كانت سقعة اوي ربنا مديله الامكانيات في جسمه ان هو يقدر يتكيف مع البيئات المختلفة سنقف لغاية هنا شباب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير مع زميلك واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي وسلام اعم جاهز